بسم الله الرحمن الرحيم طيب ما هو الكافيتيشن نمبر ايه هو الكافيتيشن نمبر ده رقم يمثل نسبة ratio between the difference of a local absolute pressure from the vapor pressure and the kinetic energy bare volume intake cross section يعني ايه يعني هو بيساوي الفرق ريش نسبة بين الفرق بين الضغط الموجود عندنا absolute pressure وال vapor pressure منسوبا او مقسوما على ال kinetic pressure اللي بيبقى موجود في هذه النقطة ده معناه ان البسط ده لازم يكون موجب او هذا الرقم لازم يكون موجب علشان يبقى الضغط اللي عندي اكبر من ضغط الفيبر ناخد مثال مثلا لو عندي بايب بالشكل ده وفيه فلو ماشي في هذه البايب الفلو ده ليه ضغط ودرجة حرارة وليه سرعة اسناء مروره لو المساحة قلت طبعا احنا عارفين من نظرية برنولي ان لما المساحة بتقل السرعة بتزيد وفي المقابل بالنسبة للليكود الضغط بيقل فلو احنا عملنا علاقة بين المحور اكس ده المصار اللي هو بتمشي فيه المية والمحور الرأسي هنا اسمه البرشار فاسناء مرور هنا بنجد ان الضغط المساحة بتقل فالسرعة بتزيد والضغط بيقل اذا مشينا على الخط الاخضر ده يبقى المنطقة دي ما وصلناش فيها لضغط الفيبر هنا ما زلنا الضغط عندنا اعلى وده معناه ان الكافيتيشن نمبر موجة بالقيمة وده معناه ان ما فيش خطر من حدوث الكافيتيشن اما لو الضغط بتاعي قال لحد ما تخطى ضغط الفيبر ده معناه ان هذه المنطقة هيبدأ يتكون فيها بابلز وده معناه انها يحدث كافيتيشن في هذه المنطقة يبقى معنى كده ان تو افويد كافيتيشن علشان نمنع حدوث الكافيتيشن يجب ان يكون الكافيتيشن نمبر ده اكبر من صفر يعني يكون موجب او بمعنى اخر يبقى قيمته كبيرة كل ما قيمته تكبر كل ما دادل لذلك على ان احنا بعيد عن حدوث الكافيتيشن طيب علشان نقدر نحسب او نمنع الكافيتيشن عندنا مجموعة نقاط اولا السبب الرئيسي في حدوث الكافيتيشن هو انخفاض الضغط الذي يؤدي الى التبخر لذلك لو احنا ما عد منعنا انخفاض الضغط يبقى اول نقطة افويد لو بريشر امنع انخفاض الضغط كذلك التمبريتشن كل ما ارتفعت التمبريتشن كل ما قربنا من درجة الغلايان للمائع كل ما دا ادى الى ان الكافيتيشن فرصة حدوثه اكبر او بمعنى اخر فرصة تبخر الماء بتكون اكبر لذلك حاول نخلي الماء بعيد عن البيلينج بوينت يعني تكون بردة دا بالنسبة للتشغيل لكن بالنسبة للتصميم لو احنا استخدمنا سيم بيليد بروفايل دا هيقلل الكافيتيشن لانه هيقلل حدوث الدوامات اللي بتؤدي الى انخفاض الضغط في المدخل كذلك نختار الزاوية بتاعة الانجل اف اتاك زاوية ميل الريش تكون منخفضة وده برضو بيقدي الى عدم وجود دوامات في المدخل افويت ابروبيت ديفليكشن اوف زا فلو ما يكونش فيه مصارات ملها حاد يؤدي الى تغير او ديفليكشن عالي في اتجاه الفلو لان دا هيقدي ايضا الى حدوث الكافيتيشن وراوند اوف زا ليدنج ايج يعني الحفة بتاعة الريشة يعني لما تكون الحفة بتاعة الريشة ما تكونش حادة يعني لو الريشة عاملة كده المنظر دا يعني حاول تخليه راوند تقدر الامكان فده بيقلل حدوث الكافيتيشن فيه كريتيريا اخرى ممكن تستخدم فيه معرفة حدوث الكافيتيشن بتسمى نيت بوزتيف ساكشن هيد نيت بوزتيف ساكشن هيد كلمة نيت تعني ان هذه القيمة هي افاريج او هي فرق بين قمتين بوزتيف معناها ان قيمتها لازم تكون موجبة ساكشن معناها ان هي لازم بتحسب او بتقاس فيه مدخل البومب في الساكشن وهيد لان وحدتها هتكون بالمتر القيمة دي او النيت بوزتيف ساكشن هيد دا بيكون عندنا منه تو فاليوز فيه فاليوز تسمى نيت بوزتيف ساكشن هيد ايه ان بي اس اتش ايه يعني نيت بوزتيف ساكشن هيد افيلابل وده بيبقى اللي بيوجود في السيستم this is the available system pressure at operating conditions as the height difference اما النيت بوزتيف ساكشن هيد required الار وده اللي بيبقى required by الoperation بامب الoperation of the bump وده بيبقى given by المانيفاكتشيرين يعني ده اللي بيعطيه لنا المصنع بتاع البامب وده المفروض ان مايكونش النيت بوزتيف ساكشن هيد افلايد او افيلابل اكلم انه يعني النيت بوزتيف ساكشن هيد ار ده بنجيبه من الكاتالوج بتاع البامب ولازم السيستم نيت بوزتيف ساكشن هيد ايه must be always above the bump required نيت بوزتيف ساكشن هيد ار